داعياتي هذا الشوت الاول الرئيسي للحقائق القعدان شكرا محمد بن بريكل اليوانا اخوة المتابعة وانا في كل مكان انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير تواصل الاشواط انطلاق اشواط اليوم نجوم المستقبل تمطلق في هذه اللحظة ويعلن انطلاقة الشوت الرئيسي الخاص بالقعدان شوط لا يقل اهمية عن الشوت الماضي انطلق فيه ما يقارب الستين قعود مشارك في هذا الشوت باعداد هائلة من ابناء الخليج الحاضرين في صباح هذا اليوم وفي هذا المحلي الثاني ننطلق مع المقدمة هذا هو شهين لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين الابريدي مع المركز الاول ومع الصدارة ولا الطام يحتل للمركز الثاني لبريك بن محمد بن بريك المري مع ثاني المراكز مالكي بحور هنا ينطلق بالمركز الثاني وثالثا يحتل للمركز الثالث من يحمل الرقم تسعة عشر هذا هو الباز لمبخوت بن محسن بن جابر المري مع المركز الثالث ورابع المراكز مجد المحمد بن صبيح بن محمد الوهيبي أحد الضيوف من السلطنة والمركز الخامس المركز الخامس الشبابي عتيق بن حمد بن بخيت بن جريع المري هذه المراكز الخامس إخواني المتابعين كل من يتابع كل من يتابع أحداث الشحانية وانطلاقاتها في هذا اليوم في هذا اليوم الخاص بسن الصغار الاثنين الثاني والعشرين من سبتمبر الفين واربع طعش يا السلام اللحظات الأخيرة مع الكيلو متر الأخير الكيلو متر الأخير الصدار شاهين لي مش علم بن حمد بن محمد بن حسين البريدي ولطام ديروا بالكم على لطام اللي بالمركز الثاني زميل لمحمد بن بريك يتابع الموقف الخطير والحساس يطمحوا في تحقيق النقطة الرئيسية اليوم يالله يوفق الجميع يا أبو بريك هذا هو للطام بإنجازاته على المركز الثاني ولكن الدخول الدخول الله زلزال زلزال على المركز الأول انطلق محمد بن بطي بن محمد الزعبي مع المركز الأول ومع الصدار شوفوا اللي بالمركز الثاني اللي بالمركز الثاني هذا والم سعيد بن عبيد بن راشد آلف هيده المري مع المركز الثاني وهنا زلزال 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 الشوف انطلق في الصدار زلزال مع المركز الأول وهناك والم والم واللحظات الأخيرة وزلزال يحتل المركز الأول تهانينا والناموس لمالكي زلزال محمد بن بطي بن محمد الزعبي تهانينا والناموس المركز الثاني والم سعيد بن عبيد بن راشد آلف هيده المري ثالثا نحتل من يحمل الرقم خمسة شاهين علي بن راشد بن علي المركز الرابع المركز الرابع الجذاب لسالم بن علي بن مبارك بن سالم الفراج والمركز الخامس وصل شاهين لمشعل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي أيها الأخوة المتابعون هذه المراكز الخامسة الأولى أعلنت لحضراتكم كاملة مكملة شوط الرئيسي حضرت فيه المتعة والإثارة في أقوى شواط القعدان اليوم حقق فيه زلزال حقق زلزال ناموس الشوط الأول ليهديه لمحمد بن بطي الزعبي محتل المركز الأول حضر في صباح هذا اليوم ليعلن فوزه بالشوط الرئيسي الأول تهانينة والناموس يالزعبي على هذا الفوز المستحق بفوز زلزال بالمركز الأول وحصوله على الناموس الأول الخاص بالقعدان وتوقيته الزمني اللي سجل مع زلزال محمد بن بطي الزعبي دقيقتين واثنين وخمسين ثانية ستة وثلاثين جزءا من الثانية توقيتا سجل مع زلزال تهانينة والناموس للزعبي المركز الثاني دقيقتين واثنين وخمسين ثانية واربعة وخمسين جزءا من الثانية ولما نحتل المركز الثاني لسعيد بن عبيد بن راشد آلف هيده المري والمركز الثالث دقيقتين واربعة وخمسين ثانية واربعين جزءا من الثانية صاحب المركز الثالث هو شاهين لعلي بن راشد بن علي البريسي المري تهانينة والناموس لكل الفائزين في صباح هذا اليوم تهانينة والناموس